السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلب الشعب المعمرية تخصص أعمال التشريبات الصف الثالث أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا المتميزة في مادة تكنولوجيا أعمال التشريبات والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في جزء جديد من مادة تكنولوجيا أعمال بناء بيتكلم عن السلالم وعلى فكرة مش شرط إن تخصص أعمال التشريبات بس اللي هياخدوا الجزء ده لا جزء السلالم ده مهم جدا وطلبة بتاعتنا في شعبة العمارة بيدرسوه تخصص أعمال البناء وتخصص أعمال الخرصانة المسلحة وتخصص أعمال النجارة وتخصص أعمال التشريبات فالشباب بتاعنا عايز سفاد من الحلقة دي وهي تعتبر مش مخصصة فقط بس لطلبة التشريبات لأ ممكن شبابنا في شعبة المعمارية هيستفاد من الحلقة دي ومهمة جدا لإن بيجي سؤال كامل عليها ألف وبه بيجي جزء مصلاحات يعني عرف مثلا المصلاحات اللي موجودة في السلالم تمام والجزء الثاني بيجي لي على هيئة حساب حساب إيه؟ حساب السلالم اللي هو عبارة عن مسألة أحسب فيها العرض الدرجة اللي هي مصلاح ونقوله طول الدرجة عدد الدرجات اللي موجودة في السلم عندي عدد البستات عدد الصدفات كل الكلام ده هنشرحه مع بعض إن شاء الله ونبسطه كدوة لشبابنا وإن شاء الله نستفاد مع بعض تعال نشوف العنصرين اللي احنا هنتكلم عنهم إن شاء الله أول حاجة في مادتنا السلالم بنتكلم على أول جزء الاصلاحات المستعملة في أعمال السلالم الجزء الثاني إن شاء الله حساب وتصميم السلالم هنتكلم مع بعض الاصلاحات المستعملة في أعمال السلالم طبعا أول حاجة من المصالحات بحل السلم طبعا أنا ما اللي إحنا متعودين والشبابنا اللي متابعنا على البرنامج بتاعنا تمام؟ هيلقينا في المصالحات أنا ما بجيبش الكلام تمام؟ واعد أشرح لا يا باش مهندس أنا بجيب لك الرسمة تمام؟ ومن خلال الرسمة دي حضرتك إنت اللي تتكلم لإن إحنا مش عايزين حفظ إحنا عايزينك تبقى فاهم تمام؟ الحفظ ده ممكن مع التوتر بتاعي في وقت اللي امتحان ممكن المعلومة تطير من دماغك لا يا باش مهندس لما تكون فاهم وفي أي وقت تبقى المعلومة حضرة معاك حد مثلا سألك سؤال يبقى المعلومة جاهزة وحضرة غير لما هتقول له أنا لسه أنا كنت حافظها ونسيت أو مثلا معلومة مش جاهزة لا يا باش مهندس غير لما تكون اللي بنرسم الرسمة وبنتكلم عنها ودي أسهل طريقة وشايفها ومع الطلبة في الأعوام السابقة إن دي حاجة بتبسط الشكل بتاعي والمصالح وبضمن عن طريقها درجة السؤال بتاعي لإن المادة عندي من تمانين درجة بيجي لك أربع أسئلة كل سؤال بعشرين درجة العشرين درجة دولت أنا عايز أضمن التمانين درجة دول الزمن بتاعهم تلات ساعات فعايزين نقسم كل سؤال للزمن بتاعه كل مثلا تلات ساعات يبقى الزمن بتاعي تلت ساعة أو أقصى حاجة لو السؤال تيل يبقى ما يتعداش النص ساعة تمام؟ يبقى أنا موزع الوقت بتاعي وتعال نشوف مع بعض كده أول مصطلح من المصطلحات اللي إحنا هنتكلم عنها اسمه محل السلم وممكن يتلاعب معايا بالألفاظ ويقول لي بئر السلم بير السلم أو بئر السلم المكان اللي أنا هقصصه في المسقطة الأفقي وأنا برسم الرسمة بتاعتي تمام؟ وبقول لي هنا قودة نوم وهنا الريسبشن وهنا الصالون وهنا الأنترية وهنا الحمام وهنا المطبق فيه جزء معين في المسقطة الأفقي بسيبه وبقول ده مكان السلم المكان اللي انت سبته في المسقطة الأفقي في الرسم تمام؟ وبتيجي على الطبيعة وقسمت الحوائد بتاعتك وجيت في الجزء ده يا باش مهندس وقلت إن الجزء ده مكان السلم يبقى المكان المخصص للسلم بسميه محل السلم أو بئر السلم الشكل بتاعه بيختلف؟ أو الشكل بتاعه مختلف ممكن يكون مربع ممكن يكون مستطيل وممكن يكون شكل بيضاوي أو شكل دائري على حسب الشكل اللي انت سبته في المسقطة الأفقي يبقى ده الأربع حوائد اللي انت سبتها في المسقطة الأفقي يبقى ده اسمه محل محل السلم أو يجي يقول لي عرب بئر السلم يبقى بئر السلم هو محل السلم أو محل السلم هو بئر السلم تعال نشوفها مع بعدي كده ونشوف الرسمة زي ما أنا جايبها لك على السليدس هو بئر السلم اربع حوائط تمام ودي فتحة الباب هو فتحة الباب الرئيسي تمام وسايب لك اربع ما بين الاربع حوائط المكان ده ممكن يكون مربع الشكل بتاع مربع هو الضلع ده قد الضلع ده تمام يبقى بئر السلم هنا شكله ايه باش مهندسين ايوه الفراغ المطروق في المسطح او المسطح المطروق في المسقطة الافقي عشان ابني فيه السلم يبقى ده اسمه بئر السلم او محل السلم يبقى لما يجي يقول لي محل السلم او بئر السلم هنقول لي ايه باش مهندسين هو المسطح الذي ينشأ فيه السلم ويكون على اشكال مختلفة بالنسبة للمسقطة الافقي فيكون مستطيل او مربع او دائري او بيضاوي او اي شكل جمالي انا عايز ايه عايز اصممه تمام اه في المسقط الافقي طيب السلم ده بيتكون من ايه اصغر حاجة فيها يا شباب اللي هي الدرجة ايه هي الدرجة الدرجة ده ايه يا شباب جزء من الاجزاء اللي بيتكون منها السلم وبيبقى ليها سطحين بيبقى ليها ايه زي ما انت بتشوفها في دقود الجزء اللي انت بتطيق عليه بتدوس عليه بالقدم بتاعتك اثناء الصعود او الهبوط الدرجة دي لها سطحين سطح افقي وسطح ايه وسطح رأسي تمام السطح الافقي ده بسميه النائمة بسمين ايه النائمة وبنرمز لها بالرمز نون يبقى باقتصر قلمة النامة باقتصرها في ايه في نون عشان الرمز دي هنعتقبه في حساب الايه في حساب السلالة تمام طيب الجزء الافقي الذي يطيق عليه الانسان بيدوس على الشخص اثناء الصعود او الهبوط بسمين ايه بسميه النائمة طيب مقاس هقد ايه النائمة دي طب مش عايزين نتعدى عشان برضو لها مصالح ايه منفرد لوحده فيه عند سطح ايه زي ما قلنا لها سطحين سطح افقي يبقى السطح التاني اللي هو العمود عليها او الرأسي تمام بسميه ايه بسميه ايمة ويرمز لها بالرمز قاف طيب زي ما قلنا باش مهندسين وقلنا ان الدرجة لها سطحين لها طرفين طرف داخل داخل الحيطة وطرف اللي هو الطرف الحر ده اللي بحط بسبت عليه الطرابزين او الكوبستة بتاعتي طيب الطرف الحر ده باش مهندس بسميه بسميه الراس يبقى زي ما هي الدرجة لها سطحين سطح افقي وسطح رأسي لها طرفين طرف هيخش جوه الحيطة بسميه بسميه الديل بسميه يا شباب بسميه الديل اما الطرف اللي هو من الطرف الحر او الطرف اللي هو مش مسبت في اي حاجة واحط عليه حاجز كده هنسمي الحاجز ده اللي هو الطرابزين بتاعي تمام الطرف ده اللي هو طرف الدرجة من الجهة دي بسميه ايه بسميه الراس طيب يبقى لما يجي يقول الدرجة تعالا نشوفها مع بعض كده على الرسمة بتاعتي اللي سليس اللي أنا جايبولك اهو زي ما احنا بنقول الدرجة احدى القطع المكون منها السلم درجة 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 تمام وبنقول الدرجة دي زي ما انا شايفها شايفها كده هو الرسمة بتاعتي انا هتكلم عنها انا مش حافظ انا فاهم تمام بقوله الدرجة دي هاوصفها اوصفها ازاي هاقوله ليها سطحين سطح افقي اللي انا بدوس عليه وانا طالع وانا نازل تمام بسميه بسميه نايمة وبيرمز للنايمة دي رمز نون اما السطح الرأسي لها بسميه بسميه القائمة ويرمز لها بالرمز قاف والدرجة لها طرفان طرف داخل الحيطة ويسمى ال ايه ويسمى الديل اما الطرف الحر اللي انا شايفه ومعامله حليا وشكل جماله بسميه بسميه الرأس يبقى ده اسمه مصطلح الايه الدرجة يبقى لما نيجي نقول الدرجة هي احدى القطع المكون منها السلم احدى الاجزاء المكون منها الايه السلم ولكل درجة سطحان احدى هما افقي ويسمى بالنائمة والثاني عمودي على الافقي ويسمى بالقائمة ممكن يجي لسؤال اكمل او ممكن يجي لسؤال اكمل الاجزاء اللي انا ملونه لك دي يجي لسؤال اكمل ومن ضمن بص الكلمات الصغيرة البسيطة دي ممكن ايه ممكن تطيل درجتين لو انا مش فاهمهم او انا مش فاهم وحافظ وخلاص ان المصطلح ده هيجي لي بس ان هو عرف لا يا باشماندس مش شرط ان هو يجي لي عرف يقول يا باشماندس السطح الرأسي في الدرجة يسمى بنقط هتسميه القائمة طيب السطح الافقي ويسمى بالايه ويسمى بالقائمة يبقى هي احدى القطع المكون منها السلم ولكل درجة سطحان احدهما افقي ويسمى بالايه بالنائمة والثاني عمودي على الافقي ويسمى بالقائمة كما ان للدرجة طرفان احدهما الرأس ويكون جهة الطرابزين والاخر الزيل ويكون جهة الحاط نشوف مع بعض ونكمل ولا يقل طول الدرجة عن العرض الذي يسمح بمرور شخصين ولا يقل طول الدرجة يعني انا عندي طول الدرجة ما يقلش عن الطول اللي هو يسمح بمرور شخصين واحد طالع واحد نازل شخصين بيمروا جنب بعض مش حصلنا مثلا في اول السلم عشان في واحد نازل او واحد طالع لا يا بشمانس طول الدرقة يسمح ان في واحد طالع وواحد جنب ايه هينزل مش هستنى على البصة او هستنى في اول السلم عشان مسلا ايه في واحد نازل او واحد طالع لا يبقى طول الدرقة يسمح لمرور ايه شخصية احداه مصاعد والاخر هابط على ان يتراوح ركز مع بعض اهو تمام على ان يتراوح طول الدرقة من تسعين يبقى طول الدرقة ما يقلش عن كم يا شباب ايوه بيجي لي اكمل الحاجات دي مهمة جدا جدا على ان يتراوح طول الدرقة من تسعين الى متر وعشرين وفي السلالم المنفردة لا يقل طول الدرقة عن خمسة وايه خمسة وستين اللي هو مثلا السلالم اللي هو السلم المطبخ مثلا او السلم اللي ايه السلم الداخلي مثلا يبقى طول الدرقة فيه ما يقلش عن الايه عن خمسة وستين من مية اللي هي خمسة وستين ايه سنتي او خمسة وستين من مية متر طيب تعال نكمل مع بعض ونقول النائمة اه سامع واحد هو بيقول لت ما احنا عرفنا النائمة لا ايه باش مهندس النائمة دي لوحدها مصالح ممكن مش شرط بقى ان انت تقول القى لايه الدرقة وتقول له ان الدرقة دي لها سطحين لا النائمة ايه هي لوحدها احنا قطعنا بقى الايه السطحين والسطح الافقي والسطح الايه الرأس طيب لما يجي يقول لي عرفي النائمة هنقول له ايه ايه ايوا برافا عليها هناخد جزء من مصطلح الدرقة ونكمل عليه يبقى النائمة هي السطح الافقي المعد او المجهز الذي يطئ عليه الانسان الذي يدوس عليه الايه الشخص اثناء السعود او اثناء الايه او اثناء الهبوط طيب دي السطح الافقي ويسمى او يرمز لها بالرمز ايه النائمة نون طيب ما اسها بقى زي ما قلنا ان طول الدرقة ما يقلش عن كم وما يزدش عن كم ايوا تسعين متر وايه متر وعشرين تمام طيب في عندي برضو يسمح لمرور ايه شخصين واحد صاعد واحد ايه هابط وفي السلائم المنفردة ما يقلش عن كم عن خمسة وستين تمام طيب احنا بقى بنقول يا بشماندس عرض النايمة ده ما يقلش عن كم ما يقلش عن سبعة وعشرين سنتي على سبيل ان انا لو رجل طويلة ما لاقش ان رجل متعلقة نصها على حرف دليه على حرف الدرجة ونصها مرفرف مسلا اتلاقي ان ايه واشواخد اتزاني وتلاقي ان اتقلبت من عالسلم لا يا بشماندس يبقى العرض النايمة لو اسمه نون تمام السطح الافقي اللي انت هتدوس عليه العرض ده يا بشماندس ما يقلش عن كم ما يقلش عن سبعة وعشرين سنتي وما يزيدش عن كم وما يزيدش عن تلاتة وتلاتين سنتي تمام كده يبقى لما يجي يقول لي عرف النائمة تعالى نشوفها على الرسم على السلايز بتاعي تمام ونقول له ايه النفس الصورة ونفس السلايز اللي انا جبته هو نركز مع بعض ونقول يبقى النائمة هي السطح الايه السطح الافقي اللي بيدوس عليه الشخص اثناء الصعود او الايه او الهبوط تمام طيب ويرمز له بالرمز ايه ويرمز له بالرمز نون ويكون عرض النائمة المسافة المحصورة هتبقى ما بين الايمة دي الايمة اللي هو السطح العمودة او السطح الرأسي على ليه على النائمة المسافة المحصورة اللي زهرة دي قدي ايه باش مهندسين ما تقلش عن سبعة وعشرين سنتي ومزش عن كام عن تلاتة وتلاتين سنتي طب يبقى لما نيجي نقول النائمة هي السطح الافقي للدرجة وهو الذي يطئ عليه الانسان اثناء الصعود او الهبوط ويرمز له بالرمز ايه ويرمز له بالرمز نون اختصار كلمة نائمة اختصارها في رمز ايه نون ويتراوح مأسها من سبعة وعشرين لتلاتة وتلاتين ايه سنتي طب تعال نشوف بقى المصطلح الاخر اهو القائمة القائمة انا شايف المسافة المحصورة او السطح الرأسي زي ما قلنا في في تعريف الدرجة تمام قلنا الدرجة لها ايه لها سطحين السطح الافقي اسمه ايه نائمة اما السطح الرأسي هنسميه هنسميه قائمة طب ايه هي القائمة القائمة هي السطح الرأسي او السطح العمودي على مين على ايوه السطح العمودي او السطح الرأس اهو زي ما انا شايف عندي النائمة تمام في عندي سطح رأسي او سطح عمودي على النائمة يبقى السطح ده يا باشماندسين بسميه بسميه ايمة بسميه ايمة اه الايمة بتبقى اعبارها ان ممكن تقوله كمان ايه? الايمة هي السطح المحصور السطح الراسي. المحصور بين نائمتين ادي نايمة و ادي نايمة. السطح الرقسي المحصور ما بينهم. ما بين نايمتين. بسمي ايه? بسمي ايمة اسطح المحصور بين نائمتين يعرف بالايا? بالقائمة. ويرمز了ها بالرمز ايه? بالرمز قاف. طيب مقزها زي ما قلنا. النايمة ماتقلش عن نقط كم سبعة عشرين وما يزدش عن كم عن تلاتة وتلاتين نيجي برضو للقائمة ما يقلش عن كم يا بشمهندس ما يقلش عن اربعتاشر سنتي يعني تلاتتاشر لا يا بشمهندس ما يقلش عن اربعتاشر وما يزدش عن تمنتاشر سنتي يعني ممكن تكون النايمة الايمة عندي اربعتاشر ممكن تكون خمستاشر ممكن تكون ستاشر ما زدش عن كم يا بشمهندسين مزدش عن 18 سنتي بالنسبة للنائمة تبدأ من 27 يعني ما تكونش 26 لا تبدأ من 27 28 سنتي او 29 او لتوصل اقصى حاجة ليها عرض النائمة عن كم 33 سنتي تعال نشوف المصطلح ونقول الكلام اللي احنا شرحناه ووضحناه مع بعض نركز تمام يبقى السطح الرأسي السطح الايه؟ السطح الرأسي المحصور بين نائمتين السطح الرأسي المحصور بين نائمتين اهو بسميه ايه؟ بسميه ايمة والايمة دي ما تقلش عن كم يا باشمهندس ما تقلش عن 14 سنتي وما تزدش اقصى حاجة لها كم؟ 18 سنتي يبقى احنا هنقوله ايه يا باشمهندسين القائمة تعرف القائمة هي السطح الرأسي للدرغة والمحصور بين نائمتين ويرمز له بالرمز ايه؟ قاو وارتفاعها هو ارتفاع الدرجة ويتراوح من 14 إلى 18 سنتي دي اسمها القائمة اسمها يا شباب القائمة تعال نشوف مصالح اخر اسمه انف الدرجة اسمه انف الايه انف الدرجة مش احنا قلنا مع بعض وقلنا ان الدرجة لها سطحين السطحين بيتقابلوا مع بعض السطح الافقي مع السطح الرأسي نقطة تقابل السطح الافقي مع السطح الرأسي الخط اللي تحت دا اللي هو مستخبي تمام بسميه انف الدرجة تعال نبسطها مع بعض ونقول يا باش مهندسين ما هو انف الدرجة هنقوله ايه نقطة تقابل السطح الافقي مع السطح الرأسي بسميه ايه الخط دا نقطة التقابل مع الخط الأفقي مع الخط الرأس ده الخط ده يا بشماندزين بسميه أنف الدرقة أيما مع نايمة الخط اللي هو مستخبي من تحت ده بسميه أنف الدرقة برافو عليك يبقى احنا لما نيجي نقول ما هو أنف الدرقة هنقول له ايه تعال مع بعدي كده ونقول أنف الدرقة عبارة عن تقابل سطحي النائمة والقائمة ويكون على هيئة سوكة ويكون على هيئة سوكة تمام؟ أو مصوف أو ملفوف محلي بحلية بارزة عن عرض الايه؟ إنه ايمة يعني أنا لو رجعت للسليز بتاعه تمام؟ الجزء اللي أنا قصرت السوكة بتاعته مرفرف وبارز عن الايمة بارز عن الايمة هو الجزء ده اللي أنا قصرت السوكة بتاعته ممكن يكون السوكة دي على هيئة إن أنا ايه؟ جيل الراجل اللي هو اللي بيركب الرخام تمام؟ بيجي يا بشمهندس ايه؟ نركز ونقول إن عندي الايمة هو ودي النايمة الجزء ده بدل ما هو يكون حد وحامي ممكن يعور مسلا أي طفل مسلا طالع يروح مسلا الحرف ده ممكن يكون سنه عامل زي الموس تمام؟ ويروح معور أي حد طالع؟ لا بيروح جاي يا بشمهندس ويروح كاسر السوكة دي على الصاروك ده وقت يا بشمهندس وبيروح مسنفرها وبيروح منها عامها ويديني نفس اللمعة بتاعت وش الرخام ممكن يكون مصطوف يعني أنا كسرت السوكة بتاعتها تمام؟ أو الجزء البارز اللي هو الجزء البارز ده اللي هو خارج عن الايمة تمام؟ بمعدل سنتي أو أقصى حاجة ليه اتنين سنتي يبقى ده بسميه أنف الدرقة ممكن يكون جاي على هاي خرزانة اللي هو لفيت الحلية بتاعته نص دوران تمام؟ أو زي الربع العمود كده وقت يا بشمهندس ولفيت الحرف بتاعها خدت دوران يبقى ده محلي حلية دائرية أو خرزانة تمام؟ أو ممكن أروح عامل فيه أي شكل جمالي بروح كسر يبقى الجزء ده بسميه أنف الايه؟ بسميه أنف الدرقة تعالى نكمل مع بعض المصالح ونقول أنف الدرقة عبارة عن تقابل سطحي النائمة والقائمة ويكون على هيئة سوكة حرف حد ليه السوكة أو مصطوف أو ملفوف محلي بحلية بارزة عن عرض النائمة الدرقة المعتدلة هتيجي تقولي الدرقة المعتدلة ها أقولك عندنا كذا نوع كذا شكل من الدرقة لما يجي يقولي عرف الدرقة احنا عرفناها وقلنا لها سطحين تمام سطح أفق وسطح رأسي ولها طرفين تمام طب لما يجي بقى يقولي هل لما أنت بتيجي طالع على السلم أو نزل على السلم شكل الدرقة كله شكل واحد لا يا بشمانس أشكال مختلفة طب تعالى نقول بقى الدرقة اللي احنا بنشوف عرضها عرضها سابت بكامل طولها يعني ايه الكلام ده عرض النايمة عندي أنا قلت ما يقلش عن كام عن سبعة وعشرين وما يزدش عن كام عن تلاتة وتلاتين لو أنا قلت مثلا عرض النايمة عندي تلاتين اللي هو الوسط عرض النايمة تلاتين بدأت معايا من الأول خالص من عن دراسي من عن دراسي الدرقة لغاية نهاية الدرقة اللي هي الدل بتاعها تلاتين المسافة الأفقية اللي هي النائمة بدأت بتلاتين وفي النص تلاتين وفي آخرها تلاتين يبقى دي اسمها درجة ايه درجة معتدلة اسمها درجة ايه يا شباب درجة معتدلة وهي الدرجة التي يكون عرضها سابت بكامل طولها عرضها سابت بكامل ايه طولها يعني طول الدرجة متر وعرضها تلاتين يبقى التلاتين دي سابت بكامل المتر او المتر وعشرين او المتر وطول وهكذا يبقى عرضها الدرجة المعتدلة ما هي تعرف الدرجة تعالى نشوفها على السليس كده مع بعض ونقول اه اه زي ما انا شايف الدرجة عرضها سابت اهو بدأت مثلا الولياء كن بتلاتين سنتيه في الاول عند الرأس رأس الدرجة وفي المنتصف وعند الديل الجزء اللي هيخش عند في داخل الحيطة عرضها سابت بكامل طولها ما حصلش اي تغيير في عرضها تمام بكامل طول الدرجة اهدي طول الدرجة هو عرضها سابت بكامل ايه طولها يبقى دي اسمها درجة معتدلة درجة ايه معتدلة يبقى احنا لما نحب نعرف الدرجة المعتدلة هنقول هي الدرجة العادية ويكون عرضها سابت بكامل طولها بين الرأس والايه والديل طيب في عندي درجة مروحة درجة ايه درجة مروحة يعني ايه الدرجة المروحية الدرجة المروحية ممكن يتلعب معاه في الالفاظ اه في المصالح دوت ممكن يتلعب معاه باللفظ ويقول لي الدرجة المأزنية الدرجة الايه الدرجة المأزنية او الدرجة المروحية ليه يا أستاذ الدرجة المروحية دي اللي هي بتستخدم في السلام الحلزونية زي السلم اللي احنا بنشوفه مثلا السلم اللي ايه المعمول من الحديد تمام او ممكن يكون سميت بتستخدم في المأزن عشان كده انا سميتها بالدرجة المأزنية تمام? يعني ايه يا استاذي? طيب وممكن اجي عندي تغيير اتجاه الدرجة عندي تغيير اتجاه القلبة عندي او اتجاه الدرج بتاعي لغاية ما نعرف المصالح ده او جزء دوت ايه? فيه لما اجي اخلص اتجاه لمجموعة الدرجة وايجي الف عشان اطلع اتجاه تاني اواخد اتجاه تاني للدرجة تمام? عند الجزء ده بتلاقي فيه الجزء مربع بسميه بسطة بسميه ايه بسطة ممكن الجزء دوت عايز استغله واطلع بيه درجتين يبقى انا في الحالة ديت ممكن بدل استغنى عن الجزء المربع ده وتلاقيه في الجزء ده اتعمل ايه? اتعمل مروحة اتعمل سلم درجة مروحية الدرجة المروحية دي زي ريشة المروحة بالزبط عند الاكس بتاعها هتلاقي الدرجة المروحية دي احنا قلنا في الدرجة المعتدلة عبارة عن ايه? درجة سابت عرضها سابت بكامل طولها طب الدرجة المروحية او الدرجة تعرب بالدرجة المأزنية يبقى اول حاجة هتقول الدرجة المروحية او الدرجة المروحة تعرب بالدرجة المأزنية طب شكلها ايه? او وصفها ايه? عرضها يتغير من زي الدرجة المعتدلة. يقل عند الرأس. يقل عند الرأس. ويزيد عند الزيل. يبقى الزيادة عند الليه? عند الديل. بمعنى ايه بش مهندسين. عندي مكال زي رش المروحة كده بتلاقيها من عند الاكس من عند نقطة التسبيت تمام? هتلاقي رشة المروحة قليلة من جوة تمام? من عند الرأس. ليه? من عند الكوبستة. هتلاقي الدرجة بتاعتي اقل في عرضها. عن باقي الدرجة. تمام? عند الايه? عند الديل اللي هو اللي هو اللي هو ايه? الجزء اللي هو من ناحية الحيطة. تعال نشوفها على الرسم. اوقع. تمام? ونشرعها. تعال نبص على السلايدس اهو. تمام? في الجزء في الجزء ده انا شايف درجة اهو عامل زي الايه? زي المروحة بالزبط كده هو. يبقى احنا هنقول له ايه يا باش مهندس هي الدرجة التي يتغير عرضها. هي الدرجة التي يتغير ايه? هناك كان في الدرجة المعتدلة اقول ايه? درجة سابت عرضها بكامل طولها. هنا بدأ يتغير عرضها. يقل عند الراس زي ما انا شايف احنا اقول ايه? الدرجة لها طرفين? طرف الراس اللي هو عند الكوبستة او عند التربزين والطرف اللي هو هيسبت داخل الحيطة. طيب زي ما احنا شايفين يقل عند الرأس ويزيده عند الايه? عند الدين. يبقى زي ما احنا شايفين على لو انا جبتلك رسمة هو عند تغيير اتجاه السلم تمام? في الحالة دي اهو درجة اتنين تلاتة اربعة ولقيت بصتك دول يا بش مهندس في نص اهو الجزء الاتنين دول تمام? اللي هيتغير عندهم اتجاه السلم بسميهم درجة ايه? بسميهم درجة مروحية. يقل شايف انا في الدرجة المعتدلة عرضها سابت بكامل طولها. اما الدرجة المروحية هتلاقي عبارة عن ايه يا بش مهندسين. عرضها يتغير بعرض الايه? عرضها يتغير فيقل عند الرأس. ادي الرأس اهو اللي هو عند ايه? عند الكوبست او عند الترابزين اهو. يقل عند الترابزين تمام? ويزيد عند الايه? ويزيد عند الحائط اللي هو الديل تمام? يبقى احنا لما نجي نعرفها الدرجة المروحة تمام? هنقول له ايه? هي الدرجة التي يتغير فيها عرض النائمة. فيقل عند الرأس ويزيد عند الزير. وتسمى بالدرجة المأزنية. ويسمى بالدرجة الايه? المأزنية. طيب. نيجي نشوف النوع التالت من الدرجة المشطورة تمام? الدرجة المشطورة ديت يا بش مهندس. لو انا عملت اخر على خط مستوى. المستوى ده عبارة عن مجموعة من الدرجة المعتدلة الدرجة العادية او الدرجة المعتدلة عادي اللي هو عرضها سابت بكامل طولها. تمام? مجموعة الدرجة ده خمس درجات او عشر درجات. تمام? هيجي يتغير عندها اتجاه. اتجاه السلم. تمام? حطي الدرجة مروحية. طب الدرجة فيه جزء ممكن يكون فاصل ما بين الدرجة المروحية والدرجة المعتدل? اه. في الحالة ديت هعمل يا بش مهندسين. هحط درجة اسمها درجة مشطورة. الدرجة المشروفة ديت يا بش مهندسين بتتعمل ازاي? بروح جايب زي البصة كده او الدرجة كبيرة عادي. تمام? وبركب اخر درجة عندي في السلم الدرجة المعتدلة. وبعد جيه او جيت روح تركبت درجة ايه? المروحية. الدرجة المحصورة بين الدرجة المروحية والدرجة المعتدلة. دي بسميها درجة ايه? درجة مشطورة. وهنشوفها على دي بتترسم وبتتخلق على بيتها وبيروح الراجل وهو بيركب السلم. بيروح قطعها بالصاروخ وبيروح مخلقها وبيروح مركبها ايه? بيركبها على الطبيعة. تعال نشوف شكلها عشان نبقى احنا عارفين اللي احنا بنتكلم عنه. اهو. نبص مع بعدي كده. اخر درجة معتدلة اهو. مع بعدي في السليس اهو. اخر درجة معتدلة. تمام? وعندي درجتين مروحة. تمام? طيب. ادي الدرجة المروحة. والدرجة المروحة اللي بعديها. والدرجة المعتدلة. الدرجة المحصورة بين الدرجة المروحية. والدرجة المعتدلة بسميها درجة ايه? درجة مشطورة. بسميها درجة ايه بش مهندسين? درجة مشطورة. يبقى احنا عارفنا مكانها. تمام? لما نجي نعرفها هنقوله الدرجة المشطورة هي الدرجة المحصورة بين الدرجة المعتدلة والدرجة المروحة يبقى الدرجة المشهورة اساسها مكانها فين بيكون محصورة درجة معتدلة ودرجة المروحية والدرجة المروحة ولكن رأسها اعرض من رأس الدرجة المروحة تمام يبقى احنا لو الدرجة المروحية عندي العرض النامى بتاعتها من ناحية الرأس 10 سنتي هتلاقي الدرجة المروحية عرضها اكبر من الدرجة المروحة دي مثلا 10 سنتي يبقى الدرجة المشروفة ممكن تكون 12 سنتي ممكن تكون 15 سنتي من اساس كم من 33 سنتي او من 27 سنتي المصطلح رقم 9 منور السلم منور ايه السلم تعال نشوف السلايس هو ونتكلم عنه المسافة المحصورة بين رأس الدرجة في القلبة دي ورأس الدرجة المحصورة بين القلبة دي تمام المسافة الافقية المحصورة بين رؤوس الدرجات بسميها منور السلم يعني ايه منور السلم لو انا مثلا حدي من زميل جه ونده مثلا عليا وقعد ينده مثلا من تحت لو انا بصطله من الجز من عند الكوبستة من قدام باب الشقة وروح تشوفته تحت كده هوت وشوفت جسمه تمام يبقى فيه فراغ محصور بين رؤوس الدرجات يبقى انا في الفراغ ده بسميه ايه بسميه منور السلم او فنوس السلم تمام الجزء اللي بينوهلي وبيدي اضاءة للسلم ماشي يا شباب طيب يبقى المسافة المحصورة بين رؤوس الدرجات بسميها ايه بسميها منور السلم يبقى لما نيجي نقول منور السلم هنقول له ايه هو الفراغ المحصور بين المستويات الرأسية المحددة للقلبات من جهة رؤوس الايه من جهة رؤوس الدرجات الفراغ المحصور لو احنا رجعنا بالرسمه الفراغ المحصور بين رؤوس الرؤوس الدرجات هو رأس رأس الدرجة من جهة اليمين ورأس الدرجة في القلب الرابعة هو تمام من جهة ليه اليسار يبقى الفراغ اللي موجود ما بينهم ده يا باشمعندس بسميه ايه بسميه منور السلم طب لو المسافة دي مش موجودة يا شباب نركز مع بعض كده وما نتوش من بعضنا تمام يبقى المسافة لو هي موجودة في مسافة ما بين رؤوس الدرجات يا ريت نركز مع بعض تمام المسافة المحصورة بين رؤوس الدرجات دي بسميها ايه منور السلم طب لو انا بصت يا باشمعندس وليت الكوبستة فوق الكوبستة يعني انا مش شايف اللي واقف بين ده علي من تحت يبقى ده اسمه عديم المنور سلم عديم ايه سلم عديم المنور واضح ان احنا تيهين من بعضنا يا شباب نركز ونرجع لكلام اللي احنا بنقوله واللي بتاعنا تمام يبقى احنا لما نيجي نقول منور السلم هنقول ايه هو الفراغ المحصور بين المستويات الرأسية المحددة للقلبات من جهة رؤوس ايه الدرجات طيب لما نيجي نقول مصالح رقم عشرة اللي هو عبارة عن القلبة تمام جايب لك سليدس اهو انا شايف مسلا درجة اتنين تلاتة اربعة خمسة كده ايه ست درجات اهو وجزء مربع اللي هو هنسميه فيما بعد هنسميه اللي ايه البسطة طيب مجموعة الخمس درجات دول او ست درجات وانا اللي جيت اتغيرت تمام وايه اتجهت ليه الاتجاه تاني وتلعت درجة اتنين تلاتة اربعة بنسميها بنسميها مالهية عبارة عن مجموعة من الدرجات في مستوى مائل واحد ممكن تكون الدرجات ديت ما تقلش عن خمسة ومزدش عن كم عن اتناشر او مزدش عن اربعتاشر وليها ضابط وهنقولها فيما بعد كمام يبقى القلبة عبارة عن ايه مجموعة من الدرجة الدرجة مترصة بجوار بعدها البعض في مستوى مائل واحد طالما في المستوى ده اه مائل واحد كده اوقت يا باشماندس واخد الدرجة اهو او البلاطة ومتركب عليها الدرج بسميها ايه سواء خمس درجات او ست درجات او عشر درجات بسميها ايه بسميها قلبة لفيت وروح تطلعت قلبة تانية مجموعة من الدرج بسميها القلبة التانية وهكذا تعال نشوفها مع بعض كده على الاسليس اهو ونرجع ونقول له ايه القلب اللي انا شايف في الاسليس اهو مجموعة من الدرج الدرج دي ممكن تكون خمسة ممكن تكون سبعة ممكن تكون تمانية ممكن تكون اتناشر اه يبقى طالما في مستوى مائل واحد بسميها هي بسميها ال با زي ما انا شايفها على الطبيعة هو تمام في مستوى مائل واحد اهو مستوى مائل متكون من مجموعة من الدراغات يبأ انا بسميها ايه بسمي دي كلها على بعضها بسميها ايه ايه برابا عليك بسميها الوا يبأ احنا لما نيجي نعرف الالبة هنقول له ايه باش معندسين هنقول هي مجموعة من الدرجات موجودة في مستوى مائل واحد. ويجب الا يقل عدد الدرجات في القلبة الواحدة عن خمس درجات. يبقى في القلبة الواحدة. ما يقلش عدد الدرجات عشان يسميها قلبة. ما يقلش عدد الدرجات فيها عن كم يا شباب? عن خمس درجات. وما يزدش عن كم? تلتاشر درجة. فين? في اي مكان? لا يا بش مهندس. ولا يزيد عن تلتاشر درجة في المباني السكنية. وستاشر درجة في المباني العامة يبقى احنا ليها ضوابط اه لها ضوابط يبقى احنا بنقول ايه مجموعة ايه لما يجي اسألني ويقول للقلبة هنقول له ايه عبارة عن مجموعة من الدرجات موجودة في مستوى ماء الواحد حسابة المجموعة من الدرجات ممكن تكون خمسة ما يقلش عن كم في القلبة ومزلش عن كم مزلش عن تلتاشر في المباني في المباني السكنية طب في المباني العامة لما تطلع مثلا مصلحة حكومية عس خلص وراء هتلاقي عدد الدرجات ما يزشش عن كام يا بشمهندس ما يزشش عن 16 وما يقلش عن كام عن 5 ده في المباني الايه في المباني العامة طب في المباني السكنية في مثلا في بيتي او في بيتك مثلا ما يقلش عدد الدرجات في القلبة الوحدة في المستوى المائل الوحدة ما يقلش عن كام عشان اسميها قلبة تمام وايه واقدر اقول عليها ان هي قلبة ما يقلش عدد الدرجات فيها عن كم? عن خمسة. وما يزيدش عن كم? وما يزيدش عن تلتاشر. ده في المباني الايه السكنية. يجي لأكمل اه يجي لك اكمل ونركز على النقط الصغيرة اللي ما بين الايه السطول. تعال نشوف مصطلح اخر. هنسميه البسطة. هنسميه الايه? البسطة. دايما بنسميها بسطة الراحة. يعني بسطة الراحة باش منسين. دايما لما بيكون مسلا معايا ايه والدي او مسلا ايه والديتي او حد كبير مسلا. وبيطلع القلبة اللي احنا قلنا عليها. تمام? وتعب. فما عشان ما ايه? عشان ما يضيقش السلم. تمام? او يعطل اللي طالع او اللي نازل. فبيضطر ان هو ياخد القلبة اللي ايه متكونة من خمسة. خمس درجات. او اكسر حاجة تلتاشر درجة. وبييجي مسلا يقول لك ايه? عشان اخد نفسي. هقول ليه? هقفل ليه? في الحتة الوساعي دي? اللي هي الحتة المربعة. البسطة لازما يكون الجزء اللي هو بنسميه الجزء الافقي مربع الشكل. يبقى شكلها لازم يكون مربع الشكل. ويتغير عندها اتجاه السلم. يتغير عندها اتجاه اللي ايه? السلم. يعني انا خدت مسلا تلعت اول اول خمس درجات او اول سبع درجات. ولاقيت جزء مربع. الجزء المربع ده بسميه بسطة. تعرف ببسطة. الايه? الراحة. شكلها ايه يا باش مواندسين? شكلها لازم يكون شكلها مربع. طب انا بشوفها ساعات مستطيلة. هتعرف الجزء المستطيل ده اسمه ايه? بس احنا سمينا الجزء المربع ده. سمينا ايه يا باش مواندسين? سمينا بسطة او بسطة الراحة. هو الجزء المعد او الجزء المربع الشكل. المعد اللي هو راحة ايه الشخص اثناء الصعود او الهبوط. كمام? ويتغير عندها اتجاه الايه? السلم. تعال نشوفها على السليتس ونشوف الرسمة. زي ما انا طلعت درقة اتنين تلاتة اربعة خمسة. لقيت السلم هي تغير عنده الاتجاه. ده. لقيت الجزء ده مربع الشكل كده. هسميه بسطة الراحة. بسطة الايه? بسطة الراحة. هو الجزء المربع الشكل. والذي يتغير عنده اتجاه الايه? السلم. هتلاقييني طلعت القلبة الاولى. اللي هي متكونة من خمس درقات او ست درقات او تمن درقات مثلا. تمام? ويتغير الاتجاه. طلعت القلبة التانية. اللي هي متكونة مثلا من ست درقات او خمسة. وبعد قد لقيت برضو الجزء المربع الشكل. وطلعت القلبة التالتة وهكزا. تمام? يبقى الجزء المربع الشكل بسميه ايه? بسطة. يبقى البسطة. لما يجي يقول لي عرف البسطة. هنقول له ايه? عبارة عن الجزء الافقي المربع الشكل. الذي عنده يتغير اتجاه السلم. وتسمى ببسطة الراحة. في بقى حد ايه? واحنا بنتكلم وبنقول لي انت ربطت هالي يا استاذ. وقلت لي انه هي جزء مربع. بس انا ساعات يا بش مهندسين واحنا طلعين بنلاقي بدل ما هو الجزء ده مربع. لا لقيته مستطيل. الجزء المستطيل ده بسميه يا بش مهندس في الحالة دي. اتما اقدرش اقولها اسميه بسطة. بس سميه يا بش مهندسين بس سميه صدفة. بس انا عندي جزء فيه عندي نوعين من الصدفة. الصدفة اللي هي المحصورة بين قلبتين في عندي قلبة. القلبة الاولى تلي اعتهو. تمام? درجة اتنين تلاتة خلصت القلبة الاولى. تمام? ولا ايه? جزء مستطيل. يبقى في الحالة دي لما يكون الشكل مربع سمينا ايه? سمينا بسطة. طب لما يكون الشكل مستطيل يبقى في الحالة دي بسميه ايه بسميه صدفة والصدفة عندي نوعين فيه صدفة بتبقى محصورة بين قلبتين اللي بيتغير عندها السلم وبتكون مستطيلة يبقى دي بسميها صدفة متوسطة صدفة ايه متوسطة طب لما اوصل واروح لافف عندها واروح طلع القلبة التانية ووصلت الباب الشقة بيبقى فيه جزء مستطيل اعرض واكبر شوية من الصدفة المتوسطة لتحت بسميها صدفة الوصول اول ما بحط ايه اول ما بخلص الدور بتاعي الدور الاولاني او الدور التاني اللي متكون من قلبة او متكون من قلبتين او من تلاتة تمام وبوصل عند باب الشقة بتلاقي جزء مستطيل بسميها صدفة الايه صدفة الوصول ان انت وصلت قدام باب الشقة ايه باب شقة ايه يبقى احنا لما نيجي نعرف على ونلاقي الجزء المستطيل اهو اتغير الشكل بتاعي معالم السلم عندي طلعت ايه كنت انا طالع من تحت اهو درجة اثنين تلاتة اربعة ولقيت الجزء ده مستطيل يبقى في الحالة دي بسميها ايه صدفة بس في الحالة دي ايه صدفة ايه في عندي صدفة فوق اهو تمام من المفروض ان هي قدام باب الشقة وفي عندي صدفة محصورة بين قلبتين يبقى دي اسمها صدفة متوسطة ولما اطلع القلبة التانية واوصل عند باب الشقة سواء في الوش او على ايد اليمين او على ايد الشمال باب الشقة يبقى في الحالة دي الجزء المستطيل ده بسميه صدفة الوصول يبقى الصدفة لما نجي نعرفها هي الجزء الافقي المستطيل الشكل المستطيل ايه الشكل الذي يفصل بين قلبتين يفصل ايه يفصل بين قلبتين وهي قلبستاط بس ده شكلها ايه شكلها مستطيل معدة للراحة عند تغيير اتجاه السلم وتسمى بالصدفة المتوسطة وعند نهاية السلم تسمى بصدفة الوصول ويكون عرضها اكبر من طول الدرجة بحوالي عشر سنتر يعني النقطة الاخيرة دي اللي احنا ما شرحناش تمام هنقول لي يعني احنا قلنا عرضها بيبقى اكبر من عرض الصدفة المتوسطة يعني ايه يا استاذ عندي طول الدرجة متر يبقى عرض الصدفة المتوسطة اللي هي تتوسط قلبتين يبقى عرضها كام عرضها متر طيب عشان الكلام ده هنحتاجه في المسائل عرض صدفة الوصول هيساوي عرض الصدفة المتوسطة لا يا بشماندس لازم ان يكون عرضها اكبر من طول الدرجة او من عرض الصدفة المتوسطة بكام بعشرة بعشرة سنتر يعني لو هو ما تدنيش في المسألة عرض صدفة الوصول هيجي يا بشماندس طول الدرجة كام متر يبقى عرض صدفة الوصول كام هيبقى متر يبقى عرض صدفة المتوسطة كام تاني يبقى طول الدرجة كام طول الدرجة الظاهر متر يبقى عرض الصدفة المتوسطة كام هيبقى برضو متر عرض صدفة الوصول اللي هي قدام باب الشقة هيبقى كام تزود لو هو ما تدنيش طول العرض الصدفة قال له عرض صدفة الوصول ما تدنيش في المسألة هروح مزود على طول على طول الدرجة او عرض صدفة ليه عرض الصدفة المتوسطة ازود عليها عشرة سنتر يبقى طول العرض صدفة الوصول كام متر وعشر طول الدرجة الظاهر متر وعشرين يبقى عرض الصدفة المتوسطة كام متر وعشرين يبقى صدفة الوصول زود عليها عشرة سنتر يبقى عرض صدفة الوصول كام بقى متر وثلاثين لان عرضها لازم لازم يكون اكبر من مين? اكبر من عرض صدفة الايه? الصدفة المتوسطة او اكبر من البسطة او اكبر من طول الدرجة بعشرة ايه? بعشرة سنتر. تعال نشوف المصالح رقم تلاتاشر ارتفاع الخلوص. اتفاع الايه? الخلوص. يعني ايه ارتفاع الخلوص? تعال تعال ابسطولك دوقتي الاول. تمام? وبعد دوقتي نرجع للسلايز بتاعنا. حضرتك يا باش مهندس بتيجي. وانت طالع السلم. ارتفاع السلم بيبدأ منين? من وش الدرجة اللي انت دايس عليه. تمام? وبعد جدوات يا باش مهندس وتروح ايه? وتروح رافع دراعك ده كمان. تمام? على سبيل ان انت وانت طالع دماغك بالبلد كده ما تحقش في بطنية القلبة اللي فوقيك. يبقى في مسافة. والدتك مسلا جاية الصباحية مسلا. تمام? وشايلة او شايلة سبت او شايلة مسلا اي حاجة. تمام? الحاجة ديت ما دي او مسلا الراجل بتاع الانبيب جاي بيغير الانبوبة مسلا. ما يجيش وهو شايلها. تلاقي اللي ايه? الجزء اللي هو شايله. تمام? بيحك في الايه? في القلبة اللي فيه. لا يا باش مهندس. دي انت بتيجي تحسب الطول بتاعك. ما بين واحد مسلا قصير. ما بين او اللون معتدل. وما بين واحد طويل. وتاخد المتوسط بتاع. تمام? المتوسط ارتفاع الدور محسوب. من وش من وش الدرقة لبطنية القلبة اللي فوقيك. ده اسمه ارتفاع الايه? ارتفاع الخلوص. بيتروح من كم يا باش مهندس? بيتروح من اتنين متر. لو احنا مش قصيرين قوي. تمام? وما يزدش عن كم? وما يزدش عن اتنين متر اربعين. اقصى حاجة ليه كم? اتنين متر اتنين متر واربعين. ممكن يجي لأكمل? اه ممكن يجي لأكمل. طب تعال نشوف مع بعض جدا على السليس اهو. ويوضح لك الكلام اللي احنا بنقوله. يبقى المسافة المحصورة بين اي درقة. بين اي نايمة. وبين السطح اللي ايه? او بطنية القلبة التي تعلوه. يبقى المسافة دي من مفروض ما تزدش عن كم? ما تقلش عن اتنين متر. وما تزدش عن اتنين متر وكام اربعين. تعال نشوفها على الارتفاع الخلوص. هو المسافة المحصورة بين بطنية اي قلبة. بطنية اي قلبة. تمام? وبين النائمة من كل درقة في القلبة التي تحتها. ويتراوح هذا الارتفاع من اتنين متر الى اتنين متر وكام? اتنين متر وعشرين. القائم. مصطلح عندي لما يجي يقول لي عرف القائم. زي ما احنا شايفين ونرجع بالسلايدس هو القائم اللي هو اللي بيثبت عندي البسطة او عندي تغيير اتجاه السلم. بيثبت في الايه? بيثبت في الدرجة وبيثبت في الترابزين اللي انا بمسك في ايدي عشان يحميني ان انا ما قعش. تمام? ده بسميه ترابزين. وهنتكلم عنه ويقول لي مسلا عرف الترابزين. هنقول ايه? يبقى ليه? القائم هو الجزء الخشبي او المعدني او الجزء اللي هو معمول من التوب او الخرصانة زي العمود كده هوت. تمام? المثبت عند تغيير اتجاهة اللي ايه السلم. تعال نشوف مصالح القائم هنقول له هو القائم الموجود عند تقابل قلبتين. عند تقابل ايه? يبقى للقائم هو العمود الموجود عند تقابل ايه? قلبتين. وانت طالع وانت نازل فيه عند قلبتين يا بشمانس اللي قلبة الاولى والقلبة التانية. اتقابله مع بعض في نقطة النقطة دي هسميها الايه? هسميها القائم. او عند تقابل وبقول قلبة مع بصة او ممكن شرط انه هو يكون قلبة مع بصة لا يا بشماندس ممكن تكون قلبة مع صدفة لكي تتعشق فيه كوبستة التربزين طب فيه ما عندي مصطلح تاني تمام اسمه البادي يعني ايه البادي البادي يا بشماندسين وانت طالع السلم احنا اتكلمنا على انواع الدرج وقلنا فيه عندي درجة معتدلة فيه عندي درجة مروحية وفيه عندي درجة مصطورة تمام باجي عند اول درجة في السلم بيكون شكلها مختلف عن باقي الدرج شكلها بيبقى مختلف عن باقي ليه عن باقي الدرج بيكون مثلا شكلها اعرض شوية من باقي الدرج يعني انت مثلا الدرج اللي انت شغال على ده عرضه تلاتين سنت العرض من سبعة عشرين تمانية عشرين تسعة عشرين ما يزدش عن كام تلاتة وتلاتين طيب يا بشماندس ممكن اروح جاي على اول درجة في السلم يكون عرضها اكبر شوية من باقي الدرج انت شغال على سبعة عشرين ممكن يكون اول درجة في السلم عرضها كام عرضها تلاتة وتلاتين ويكون عندي الجزء اللي هو يدخلق تحت السلم او بنسميه منور السلم بيكون الشكل بتاعها جاي على هيئة دوران ما يكونش لازم يكون جاي على هيئة دوران ما يكونش حرفها مدبب او على هيئة سوكة عشان اللي داخل مثلا تحت السلم اللي هو محل منور السلم ده تمام او فانوس السلم ما يجيش ورجله طلطش مثلا يروح متعور في السنة بتاعت الدرج ده لا يبقى شكل بادي السلم هي اول درجة في السلم ويكون عرضها مختلف عن باقي الدرجة ويكون شكلها شكلها مختلف زي ما احنا هنشوفه في السلايدس اهو دمام شايف اول درجة مع بعض اهو شكلها مختلف اكبر وممكن يكون اطول وممكن يكون اعرض والدوران بتاعها وانت داخل لازم ان يكون مشروف عشان اللي داخل او اللي خارج رجله ما تتخبشش في السوكة بتاعتها ويروح متعور سهل ان هو يتعور فيها لا يا باشمانس بتديني شكل واحدة جمالية واحدة زغرفية جميلة يبقى البادي بسرعة كده هنقول ايه هو اول درجة في السلم ويأخذ اشكالا مختلفة عن باقي درجة السلم فاما ان تكون اطول من باقي درجة السلم ممكن يكون اطول من باقي درجة السلم ويكون عرضها مساوي لعرض درجة السلم يبقى لو انا طولها طولها اكبر من الدرجة كله يبقى عرضها مساوي او تكون اعرض من درجة السلم ويكون الطرف الحر للبادي من جهة الترابزين ايه مستدير وكده وقت الحلقة بتاعنا يعني ايه خطفنا وحسينا ان وصلنا لنهاية الحلقة ويا رب تكونوا حضراتكم استفدتوا وتكون الحلقة جميلة ونتواصل مع بعض ان شاء الله واللي عايز اي توضيح ممكن يسألنا وبعد جدوات على الشريط بتاع الحلقة او على الحلقة بتاعتنا على اليوتيوب وعلى قناة مصر التعليمية تمام وهنا تواصل مع بعض وإلى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته